في هذه السلسلة التعليمية المصممة بأسلوب تدريجي راح تنقلك من الأساسيات إلى أعلى درجات الإتقان مع محاكة دولفين قسمنا كل شيء إلى أربع مستويات المستوى الأول المبتدئ راح نبدأ فيه من الصفر تفهم الفكرة تضبط التشغيل بدون تعقيد المستوى الثاني المتوسط ترفع الجودة تحسن الأداء تبدأ تعدل الإعدادات بشكل أو بطريقة ذكية المستوى الثالث المحترف راح تدخل عالم التخصيص الكامل تتعامل مع الأدوات المتقدمة وتحل المشاكل بنفسك المستوى الرابع الخبير هنا تتعامل مع المحاكة كأنك مطور حلول معقدة وتحسينات ما أحد يتكلم عنها إلا النخبة كل مستوى مبنية لقبله وكل معلومة تم اختبارها وتجربتها فابدأ في المستوى المناسب لك أو تابع السلسلة كاملة وارتقي بمستوىك فخلونا نبدأ مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم معنا في سلسلة محاكة دولفن وتشغيل ألعاب الجيمكيوب والوي على جهاز الكمبيوتر أول شي خليني أقولك باختصار كل اللي تحتاجه فعليا هو نسخة من اللعبة بصيغة الآيزو أو الWBFS وتشغلها من خلال المحاكة لماذا محاكة دولفن مميز؟ بكل بساط يعطيك جودة عرض عالية جدا HD أو حتى 4K ويضيف التحسينات عن رسومات والفلاتر ويعطيك خيارات تحفظ في أي وقت وتستخدم أي يد كنترولر تعجبك سواء بلاي ستيشن أو إكس بوكس أو حتى الكيبورد والماوس وتقدر تستخدم رموز الغش وتستخدم أو تسجل لقطات من اللعب بكل سهولة بس في نقطتين مهمة لازم تعرفها المحاكة ما يجي معه ألعاب جاهزة أنت مسؤول تجيب الألعاب بنفسك لازم تنسخها بشكل قانوني أو تبحث عنها بأي طريقة كانت قبل لا تحمل المحاكة أكيد راح يجيك هذا السؤال هل راح يشتغل عندي بدون مشاكل؟ والحقيقة إذا كان عندك كمبيوتر بمعالج متوسط أو قوي من آخر 7 أو 8 سنوات ورام 4 جاية أو حتى 8 جاية يكون أفضل وكرت شاشة محترم من انفيديا أو AMD فبإذن الله راح يشتغل معك بدون أي مشاكل وإذا كان عندك SSD سرعة التحميل بتكون فيها فرق بشكل كبير لكنه ما هو مطلب أساسي أما لو نهو يتشغل الدولفين على الجوال تأكد إن جهازك أندرويد حديث بمعالج مثل سناب دراجون 865 أو أعلى ويدعم الفولكن فإذا جهازك ضعيف أو قديم من إصدارات اندرويد بتلاحظ فيه بطوء أو تقطيع في الإلعاب والأفضل برأيي الشخصي أنك تجرب قبل ما تفكر فيه أي شيء من جوجل راح نكتب دولفين أميوليتر راح نضغط على دولفين من هنا راح نتج إلى هذا الخيار ثم نضغط على كلمة تحميل وعند دخولنا لهذه الصفحة تلاحظ هنا فيه مربع باللون الأحمر يوضح توصية لملاك الوندوز بتحميل نسخة الاربع وستين الفيجوال بيسكت راح تضغط على التحميل من هنا ثم بينقلك إلى صفحة الوندوز أو مايكروسوفت راح تنزل الأسفل وتحمل النسخة المناسبة طبعا لمعالجات الارم 64 حمل من هنا بالنسبة لي بتجه الاربع وستين بيت ثم فتح بعد ذلك يتضح إنه منصبها مسبقا إذا ظهر لك غير هذا الشكل راح تسوي تنصيب عادي نفعل خيار الصح ثم تنصيب ثم نضغط على خيار نعم راح يبدأ تنصيب الفيجوال سي دابل بلس ثم أوكي نرجع للخلف راح نجد بعض النسخة هذه النسخة الإصدارات ستيبل أو الثابتة المستقرة وهنا إصدارات التطوير اللي فيها ميزات إضافية نسخة ستيبل مناسبة للجميع لأنها مجربة ومستقرة أما الديفولبنت أو التطويرية يتم تحديثها بشكل يومي وممكن تتعطل عليك وإن تلعب يعني في نص اللعبة ممكن تتعطل عليك ويصير كراش بسبب خطأ في كود معين فبالنسبة لي براح تتجه إلى نسخة ستيبل إذا تستخدم معالج 64 راح تحمل من هنا بالنسبة لي بتتجه إلى 64 بيت بهذا تم التحميل صغر الصفحة أجي إلى خيار التنزيلات ثم أسوي لأسحب إلى سطح المكتب بهذا يكون إنتهيين كلك يمين ثم استخراج إلى نفس مسمى المجلد نفتح المجلد بعد ذلك ندخل إلى هذا المجلد المحاكمة يحتاج تنصيب أو سيتاب فكل عليك تسوي لتشغيل شكل مباشر قبل ما أشغل المحاكي راح أسوي مجلد جديد هنا وأسمي باسم Portable TXT بعد ذلك أشغل المحاكي بيظهرها لتسمح شركة دولفين ترغب أنهم يطلعون على الاعدادات الموجودة عندك تضغط على نعم بنسبة لي بتتجه إلى لا أنا نقفل المحاكي راح تلاحظ وجود مجلد اليوزر بسبب أني أضفت هذا المجلد بالنسبة إلى اللغة العربية لا زال يفقد لبعض التعليمات في التعريب وما إلى ذلك راح أرجع إلى اللغة الإنجليزية نقفل المحاكي ثم نشغل مرة ثانية فراح نسوي مجلد رئيسي بيكون مخصص للألعاب وراح يكون باسم Game أو Games وداخل هذا المجلد راح نسوي مجلدين مجلد راح يكون لألعاب الوي ومجلد لألعاب الGameCube تقدر تحط جميع ألعابك في مجلد واحد إذا كنت ترغب في ذلك كذا الآن ممتاز الآن نقدر نحط ألعابنا داخل مجلد GameCube بالنسبة لنسخ ألعاب الGameCube وألعاب الوي داخل مجلد الوي بهذه الطريقة فراح أتجه الآن إلى الألعاب الموجودة لدي وأختار الألعاب بناء على التكسيم اللي سويته الآن هنا بضيف ألعاب الوي ثم أرجع إلى ألعاب الGameCube وأختار كذلك ألعاب الGameCube بعد ما انتهينا من إضافة الألعاب الآن نرجع للمحاكي ثم نضغط على خيار Config ثم خيار الباث أو المسارات عشان نضيف هذا المجلد أو مجلد الألعاب وننسخ المسار كامل كما هو وابح أمامك ثم Add أو إضافة نطلع بشكل مباشر رح نحدد هذا المجلد ثم تحديد هذا المجلد إنه في الألعاب لازم تفعل هذا الخيار عشان يقرأ الألعاب كم واضح معك ثم إغلاق مع محاكي دولفين ما يحتاج إلى سيريال أو بايوس البرنامج مصمم يشغل ألعاب الGameCube والوي مباشرة بدون أي ملفات تشغيل خارجية أو حتى مفاتيح كل اللي عليك توفره ملف اللعبة فقط وتبدأ اللعبة مباشرة لو وجهت رسالة خطأ من ملف معين فغالبا أنت جالس تشغل لعبة غير مدعومة أو عندك ملف لعبة ناقص أو تالف من هذه الواجهة رح تختار على خيار الكنترولر أو بإمكانك الذهاب إلى خيار أوبتشنز ثم الكنترولر سيتنج في كل حالتين رح توصلك إلى نفس القائمة بيطلع عندك في نافذة فيها قسمين القسم الأول لألعاب الGameCube والقسم الثاني لألعاب الوي وتلعب ألعاب الGameCube عندك هنا على البورت الأول رح نختار الخيار الأول طبعا تقايا محدد على نفس المطلوب إذا تبغى تلعب على الكيبورد بإمكانك تحديد الكيبورد من هنا خيارة الباقية ما لنا علاقة فيها بعد ذلك تضغط على الكونفيق أو التكوين تطلع لك هذه الواجهة هنا ما هي ظاهر معي الكنترولر لكن أول ما أشغل يد الكنترولر بما أن عندي يد دول شوك أول ما أشغلها تلقائيين رح تظهر لي هذه القائمة بحدد الدول شوك و بعد ذلك أبدأ أسوي الاعدادات فمثلا زر A في اللعبة رح يكون هو الـ X وهنا الـ B رح يكون المربع والـ X رح يكون الدائرة والـ Y المثلث بالنسبة إلى Z رح يكون R1 أما زر Start رح يكون خيار الـ Option في يد الكنترولر بهذا يكون انتهينا من خيار الـ Button الحين إلى الـ D-Bad طبعا رح يكون لسهم هنا لا تضبطها على عصر التحكم لأنه يصير معك مشاكل في ألعاب متعددة مثل ألعاب سوبر ماري أو زلدة رح نضغط هنا سهم أعلى أسفل يسار يمين الآن هنا عصر التحكم اليأسر أو عصر الأنالوج أعلى أسفل يسار يمين هنا رح يكون بعصر التحكم الأيمن أو عصر الأنالوج الأيمن في نفس الطريقة أعلى أسفل يسار يمين بهذا يكون تم الإعداد وكالتالي رح تضغط هنا ثم بزر الـ L2 وهنا زر R2 أما هنا العصر التحكم رح تسوي له كبس أو ضغط عصر الأنالوج الأيسر وهنا كذلك الأيمن هنا الموتور يمكنك تركه مثل ما هو Always Connect وهنا رح نفعل هذا الخيار بهذا تم الضبط بعد ذلك الخطوة الأخيرة رح نسمي PS4 ثم نسوي حفظ بهذا تم حفظ إعداد الـ Controller لا بإمكانك التشغيل واللعب مباشرة لكن تبغى تلعب ألعاب الوي طبعا إذا كان عندك يد وي حقيقية رح تفعل هذا الخيار وثم تسوي لها Sync من هنا وتضغط على رقم واحد وثنين مع بعض ويتم الـ Connect بشكل مباشر لكن لو ما عندك رح تتحدد هذا الخيار وثم تسوي لها Convega أو تكوين وبتظهر كما هو واضح أمامك كالعادة نحدد يد الـ Controller ميزة يد الـ DualShock إن فيها حساسية مسبقا فلو نبغى نضبط الحساسية رح نجي على هذا الخيار وأول ما أحرك يد الـ Controller تلاحظ إن فيها حركة مدمجة لكن إذا كان عندك يد Xbox أو يد الثاني عادي بتكون من هنا يكون الإعداد ورح تظهر معك سواء هنا أو هنا طيب نجي الآن إلى الإعدادات تضغط ثم الـ X من يدي الـ Controller وهنا الـ B المربع طبعا هنا بيكون عصى الـ Controller الأيمن والأيسر يعني هنا الأيسر وهنا الأيمن وتضغط على عصى التحكم بالكبس وهنا الناقص والزايد هنا رح نخليها على الشير وهنا على Start أو Options طبعا زر الـ Home رح يكون التاتشبات طبعا هنا الـ D-Bad كذلك أعلى أسفل يسار يمين هذه الاختصارات ما أعلن فيها فرح نيجي على النوت شاك رح نضغط هنا على الـ Configure ثم نسوي إعداد لعصى التحكم الأيسر فرح نيجي من هنا فوق تحت يسار يمين بعد الإعداد هنا رح نيجي على نضغط على C يكون L2 و ZR2 فيها بيكون الإعداد مضبوط بعد ذلك رح نروح للـ Sensor أو Simulation هنا الاهتزاز طبعا رح نخصص إلى زر معين يكون الاهتزاز اللي أنا بيطلبها في بعض الألعاب بالنسبة لي نخليها على الـ Y وأحدد مثلا L1 شوف الآن Controller ما فيه اهتزاز لكن لو ضغط على L1 رح تلاحظ الاحتزازات أو قراءة الاحتزازات بعد ذلك نتجه إلى هذا الخيار أو هذه القائمة أو هذه النافذة ثم نختار خيار الـ X هنا ورح نخليها على R1 لو ضغط R1 يكون في استجابة طبعا هنا قراءة L1 وهنا قراءة R1 بعد ما انتهينا من هذه الخطوات المهمة مباشرة الأفضل أنك تخزن هذه الإعدادات عشان ما تسبب لك إزعاجات رح تسميها بأي مسمى نضغط على Save الآن تم حفظ الإعدادات طبعا لا تنسى هذا الخيران ثم إغلاق الآن كل عليك تختار أي لعبة ثم تضغط على Play أو Double Click على نفس اللعبة ورح تشتغل معك بكل سهولة بكذا تكون عرفت كل الأساسيات لتشغيل محاكة دولفين وتشغيل ألعاب الـ GameCube ولوية على جهازك بكل سهولة من البداية للنهاية لو وجهتك أي مشكلة أو عندك سؤال أن أي خطوة اكتبها في تعليقات أو حياك على Discord والرابط في صدق الوصف طبق الشرح شاركنا التجربة أي ملاحظة عندك نشوفك في الشرح القادم التوفيق للجميع بأمان الله